اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقليميا ودوليا واهمها انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الى مبادرة السلام العربية بعدها اشاد مجلس الوزراء بالاقبال على التطوع لتجارب السريرية والتي ابرزت المعاني والقيم الانسانية التي يتحلى بها المجتمع البحريني من اجل خدمة الانسانية منوهن المجلس بالانجاز الذي يبعث على الفخر والاعتزاز بالوصول الى ستة الاف متطوع خلال فترة ستة اسابيع من بدء تجارب السريرية في المملكة بما يعكس وعي المجتمع وتسابق افراده على تلبية الواجب الوطني والانساني دعما للجهود الوطنية للقضاء على فيروس كورونا وحث المجلس على المواصلة بذات الوطيرة للانتهاء من الف وسبعمائة متطوع اضافي بما يسهم في انجاح هذه التجربة بايجاد علاج آمن وفعال ضد فيروس كورونا بعدها اشاد مجلس الوزراء بالاسهامات المتميزة في المجالات الانسانية والدبلوماسية والتقدير الدولي المستحق لصاحب السمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وهو ما يعكس انجازات سموه والتقدير والاحترام العالمي الكبير والاعتراف بجهود سموه حفظه الله لصالح البشرية جمعا ثم دعا مجلس الوزراء الى خفض التوتر والتصعيد بين اذربيجان وارمينيا في منطقة ناغورني كرباخ واللجوء الى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات في اطار القانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم قد ادلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الامين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي اولا تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية على المستوى المحلي لمواجهة عكاسات انتشار فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر عالميا بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء ان تتكفل الحكومة بدفع خمسين بالمئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الاكثر تضررا لمدة ثلاثة اشهر بدءا من اكتوبر الفين وعشرين وسيستفيد منه ثلاثة وعشرون الف عامل بحريني واربعة آلاف منشأة وضمن هذا الصدد فقد وافق المجلس على مشروع قانون باضافة بند جديد برقم خمسة الى الفقراجين من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ثمانية وسبعين لسنة الفين وستة بشأن التأمين ضد التعطل والتوصية بإصداره وفق المادة الثامنة وثلاثين من الدستور كما وفق مجلس الوزراء على دفع خمسين بالمئة من رواتب ما مجموعه خمسمائة وأربعة وعشرين من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر بدءا من أكتوبر الفين وعشرين كما قرر المجلس تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل تمكين لمدة ثلاثة أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر الفين وعشرين وذلك بواقع ثلاثمائة دينار شهريا لدعم تسعمائة وخمسين من سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات وثمانمائة وتسعة وعشرين مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم وقرر مجلس الوزراء أيضا إعفاء المشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر الفين وعشرين ثانيا بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق بجس الوزراء على مشروع قانوننا بتعديل بعض أحكام القانون رقم ثلاثة لسنة الفين وخمسة بشأن التعليم العالي وتهدف التعديلات إلى فصل الجهة الرقابية للقطاع عن الجهة التشغيلية من خلال إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي ومنحه استقلالية عن وزارة التربية والتعليم حيث سيسهم مشروع القانون في تحول دور مجلس التعليم العالي من مشغل إلى مراقب عبر التوسع بمهامه من حيث الإشراف والرقابة على قطاع التعليم العالي بجانبيها التطبيقي والأكاديمي وتطوير سياسات واستراتيجيات القطاع لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحسين أدائها والتشجيع على الاستثمار فيها وغيرها من التعديلات الهدفة إلى المضي قدما في مشروع تطوير التعليم والتدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم وتحسين أداء مؤسسات قطاع التعليم العالي في المملكة ثالثا بناء على التقرير الذي تم إعداده بأمرين من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من اللجنة التي وجه سموه إلى تشكيلها لمراجعة القوانين والأنظمة والإجراءات بما يكفل تشديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة فقد كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء وممثلين عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات فنيا وإداريا وتشريعيا والتأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمحاسبة والحوكمة وكفة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية وخاصة المخدرة ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة رابعاً وافق مجلس الوزراء على مذكرة حكومية ترفع إلى مجلس النواب الموقر لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية بخصوص سقوط أعمال لجنتي التحقيق البرلمانيتين في أسباب الركود الاقتصادي وبشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية الموقرة في الطلب رقم طاحة واحد الفين وعشرين لسنة الفين وعشرين قضائية بجلسة الأربعاء التاسع من سبتمبر الفين وعشرين التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية خامساً وفق مجلس الوزراء على تعديل قانون حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم أربعة لسنة الفين وواحد الذي قدمه معالي وزير الداخلية وتأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لفائث وامتثالاً لتوصيات العمل المالي والمعايير الدولية وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم أربعة لسنة الفين وواحد بشأن حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصية بإصداره وفق حكم المادة الثامنة والثلاثين من الدستور ومن أهم الأحكام التي تضمنها التعديل إعادة تعريف الأموال لتشمل جميع الأصول والممتلكات والموارد اقتصادياً أيًا كان وصفها أو طبيعتها وتوحيد تعريف الإرهاب مع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديل اختصاصات لجنة وضع سياسات حضر ومكافحة غسل الأموال وغيرها سادساً وفق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الداخلية بحيث يصبح المركز الوطني للأمن السبراني من ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ويتبع معالي وزير الداخلية ويتكون الهيكل التنظيمي للمركز من رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة ويتبعه نائب الرئيس للعمليات السبرانية بدرجة وكيل مساعد وعدد من الإدارات وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية سابعاً وفق مجلس الوزراء على تعديل قانون قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة المتعلقة بالسفن الصغيرة وذلك بإسناد قواعد التسجيل والسلامة إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات في حين يتم إسناد الدور الأمني إلى خفر السواحل بوزارة الداخلية والذي عرضه معالي وزير الداخلية وقرى المجلس مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة ثامناً وفق مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة سياحية إلكترونية متعددة السفرات صالحة لمدة عشر سنوات وبنفس الرسوم الحالية الممتدة لمدة خمس سنوات لرعاية الولايات المتحدة الأمريكية وتسمح لحاملها البقاء تسعين يوماً على أن يتم التقديم لها إلكترونياً وذلك في ضوء ما عرضه معالي وزير الداخلية قرى المجلس مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يعدل القرار رقم مئة وستة وتسعين لسنة الفين واربعة عشر بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تاسعاً اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام الفين وعشرين الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وعكس الأداء الاقتصادي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر وانعكاس تداعياتها منذ مطلع العام الحالي حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بلغت نسبته ثمانية فاصل تسعة بالمئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي فيما سجل القطاع النفطي نمواً بمعدل سنوي بلغ ثلاثة فاصل اثنين بالمئة بالأسعار الثابتة أما بالنسبة للقطاع غير النفطي فقد سجل تراجعاً في النمو السنوي بنسبة أحد عشر فاصل خمسة بالمئة بالأسعار الثابتة لتبدو تداعيات الجائحة أكثر وضوحاً فيما نمى قطاع الخدمات الحكومية وهو ثالث أكبر القطاعات غير نفطية من حيث نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي حيث شهد القطاع نمواً طفيفاً بنسبة بلغت صفر فاصل واحد بالمئة مدفوعاً بارتفاع مصروفات الحكومة ومصروفات الطوارئ للتعامل مع الجائحة وقطاع الكهرباء والماء الذي نمى بنسبة أربعة وثلاثين فاصل تسعة بالمئة وأظهرت المؤشرات أن القطاعات غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالتوالي هي قطاع المشروعات المالية بنسبة 16.8% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 14.4% يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 14.3% وبحسب مؤشرات التنافسية فقد احتلت مملكة البحرين المركز الثاني عربياً والمركز الأول خليجياً كأكثر الاقتصادات حرية تنابي مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2020 الصادري عن معهد فريزر والذي يقيس مدى دعم المؤسسات والسياسات للحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم كما حققت مملكة البحرين تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2020 حيث تقدم أداء المملكة بواقع 24 مرتبة في الركيزة الفرعية التجارة والمنافسة وحجم السوق كما تم تصنيف مدينة المنمع لأنها الأكثر جاذبية في العالم من الناحية المالية من بين 150 مدينة ضمن المؤشر الدولي إيرنيكس 2020 جلوبل 150 الصادري عن مؤسسة إيرنيك والذي يقيس مستويات الرواتب المحلية والتكاليف المعيشة وظروفها في تقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علماً بنتائج المناسبة رفيعة المستوى عن أهداف تنمية المستدامة التي تلقى جلالة العاهل المفدة الدعوة للمشاركة فيها من معالي الأمين العام للأمم المتحدة وأنهب جلالته معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضورها كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع وزراء التعليم العرب من خلال تقرير سعادة وزير التربية والتعليم كما أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري ونتائج الاجتماع السابع والأربعين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج اجتماع الدورة الثانية عشر بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي عرضها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر